قليني الأول أعرف من حضرتك هل بتقدريني تتواصلي مع أسرتك في قطاع غزة؟ مع أصدقائك في قطاع غزة؟ موضوع التواصل بقى مرهون بمزاج الاحتلال. زي ما كل حاجة بقت مرهونة بمزاجية الاحتلال وساديته في انقطاع تهم للإنترنت بالقطاع. وفي انقطاع للكهرباء. في انقطاع للماء. فطبيعة أنه ما فيش موبايلات. ما فيش شبكات محمول. في بعض الشرائح الإلكترونية اللي بيتم شبكها وتهريبها. فبتحسي أنه موضوع من أنت تتواصل مع الأهالي أو أهالي القطاع بيكون قليل جدا ونادر جدا. فأحنا بنتواصل معهم. أنا لما بيجيني مسج من أي حدا. بقيت خلاص بحس أنه فيه إنجاز كبير. أنه عمل معاناة كبيرة عشان يقدر يوصل الرسالة. في معاناة أكبر عشان يوصل صورة. في معاناة أكبر عشان يوصل كل ما. بقيت هناك أنه أساسا يتكلم عن معاناته. بقيت مشكلة كبيرة. ما بقيت أدين أحد يوصل. حتى يوصل حتى معاناته. إحنا بيتم حربتنا أساسا إعلاميا. قبل ما يتم حربتنا عسكريا. بيتم حربتنا إعلاميا. بحيث أنه إحنا ما نتكلم أصلا عن معاناتنا. ما نوصل. الشعب الفلسطيني خصوصا بقطاع غزة بيتعرض لعمليات الإبادة هاي من 16 سنة. قطاع غزة محاصر. محاصر بقاله سنين. إحنا اليوم بيتم ربط الأحداث بما حدث في يوم 7 أكتوبر. بس اللي حصل ده بيحصل للفلسطينيين كل سنة. بقينا متعودين عليه أصلا. بس للأسف اللي عملته حركة المقاومة يوم 7 أكتوبر. لفت أنظار العالم لقطاع غزة. بس هو مش جديد. ده رد فعلي. مش فعلي أصلا طالع من المقاومة. رغم كل اللي بتقولي. أستاذة مريم انقطاع للكهربا. ما فيش انقطاع لشبكة الاتصال الانترنت في غزة. رغم كل ده صوت فلسطين بيطلع. صوت فلسطين احنا بنسمعه. من الأبناء وأهلها في الداخل بيطلعوا صوتهم. احنا من سنين معروف عنا شعب الجبارين. شعب الفلسطيني هو شعب الجبارين. احنا بنقدر نحكي. بنقدر ندبر حالنا. عايشين في أصعب الظروف. اليوم في انقطاع تام للكهرباء. بس هما أصلا متعودين. صار لهم من السنين الكهرباء بتجيهم يوم بعد يوم. يعني يوم أو يوم لا. الكهرباء لمدة أربع ساعات أو ساعتين باليوم بس. فهما فيه أوقات بيكون عندهم بداء الكهرباء. اللي هي عبارة عن البطاريات بتاعة العربيات. الليدات. اللي هي فيه مواد يتعودوا عليها من السنين. شعب محاصر بقاله 16 سنة قابع تحت الاحتلال. محروم من كل مقومات الحياة. مش موجودة عنده كهرباء. فهو تعود أصلا يقدر أنه هو يتعامل بالأمور البدائية علشان يقدر يوصل صوته. يوصل إمكانياته. ده غير كده. أنا مش هتكلم عن إنجازات الشعب الفلسطيني. بس إحنا الشعب قادر على أنه يصنع المعجزات. أنا بحس أنه إحنا شعب قادر على أنه يصنع المعجزات. عم بيعملوا شغلات حتى الأسلحة اللي بيتم مقاومة الإسرائيليين فيها بالوقت الحالي. العالم كله مستعجب كيف الشعب الفلسطيني محاصر بقاله 16 سنة ممنوع عنه كل موارد الحياة. وكل مقاومات الحياة. وبيتم حرمانه من كل أبسط حقوقه في الحياة. وكيف قدر يصنع صواريخ. كيف قدر يصنع أجهزة متطورة. لأنه الحمد لله رب العالمين. هاي مكارم من ربنا. هاي قدرة ربنا بمدنا فيها. هاي قدرة صبر. وقدرة على الإجاز. وقدرة على المقاومة. أكيد ربنا ما بيب لبني آدم. إلا بكون عارف أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى. فإحنا الشعب متعود وقادر وصابر على أنه يقاوم هيك محتل من سنين.